اشتركوا في القناة اقرأ الحريث اقرأ الحريث اقرأه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعف بلسانه فإن لم يستطعف بقلبه وذلك يضعف الإمام هل هذا ترتيب أو تخليب ترتيب إذن هو على الترتيب لأن البعض يظن يا شيخ أن الإحراج الذي قد يتسبب له من إنكار المنكر كان ينكر على فتاه فتتكلم انكار المنكر غير تغييره التغيير ما يكون إلا لسلطة مثل أنا أقول للشخص هذا غلط حرام منكر لكن ما قدر غيره معه مثل ربابة يجرها يجر ربابة تعرف ربابة؟ تعرفها؟ أنا أعرف وش هذه هذه الأسفل طيب أنا أنكر علي ولهذا لم يأتي الأمر بالمعروف أنها المنكر مقيدة من الاستضاع لكن ما أقدر غيره هل أقدر أكثر؟ ما أقدر فيجب أن لا تختلط علينا الأمور إنكار المنكر غير تغيير المنكر ولذلك نقول في وقتنا الحاضر لما كثرت الأهواء وكثرت الجهل لا تغيير المنكر بليد إلا من ذي سلطان هذا الضابط أنت مالك حق طيب ومنكر يد وذلك لأنه في الوقت الحاضر لما غالب الهواء والجهل قد يضمن الظالم أن هذا منكر ولسه من منكر فيه أناس متشددين الآن كل شيء عندهم منكر كل شيء عندهم بداية لو أطلقنا العنال لهؤلاء ماذا يحصل من الفساد؟ يحصل من الفساد ما لا يعلمكه إلا رب العباد